استعرض سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية السيدة روبا جرادات عددا من المنجزات التي حققتها مملكة البحرين على الصعيد العمالي وخلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر العمل العربي في القاهرة أشار حميدان إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تشريعية متطورة تساهم في حفظ الحقوق الأساسية لكافة العاملين من جانبها نوهت السيدة روبا جرادات بجهود البحرين في تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل مشيدة ببدء تطبيق نظام حماية الأجور كما لفتت إلى أن تطبيق البحرين لمعايير العمل الدولية يعزز مكانتها العالمية ويجعلها انموذجا في توفير الحماية الاجتماعية للعمال مشيدة في ذات الوقت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهات تداعيات الجائحة